أهلا بحضراتكم من جديد للأسف الواحد كان حابب أنه يتكلم في أمور إيجابية في حلقة النهاردة في الترند زي ما احنا متعودين دايماً بنشوف إيه الإيجابي إيه الكلام عن نادي الأهلي حتى لو فيه حاجة سلبية بنعلق عليه زي ما احنا متعودين دايماً في حلقات الترند لكن العنوان الأبرز في السوشيال ميديا وفي الإعلام الرياضي على مدار الساعات السابقة هو نفوذ محمد فضل واستغلاله لهذه النفوذ بما أنه عضو في اللجنة الخماسية وموظف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في اتحاد الكرة المصري وبيتقاد مراته تمام؟ فبالتالي احنا مضطرين أن احنا نتكلم على الجزئية دي ومضطرين أن احنا نوضح لحضراتكم كل الأمور بأدق أدق التفاصيل زي ما انتوا برضو متعودين من خلالنا لما في حد حيخدش الأهلي كده حيخدش الأهلي أو ييجي على الأهلي بدون أي وجه حق لا حنقفله وحنرد عليه وبونتهى الزوء والأدب والاحترام اللي احنا دايما متعودين عليه تمام؟ رغم أن الكابتن محمد فضل في الحقيقة يعني في الحقيقة تجاوز كل الحدود تجاوز كل الحدود لكن هي إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ الكابتن محمد فضل وزي ما حراركم تابعته وعارفين كلكم حضر في مقصورة استاد الأهلي والسلام بعد مباراة الأهلي وطلع الجيش أو خلال مباراة يعني حضر بما أنه منذوب يتحضر مصر لكورت القدم عشان يسلم النادي الأهلي درع الدور ويسلمه درع البطول لكن للأسف هو واضح أنه كان جاي عايز يعمل مشكلة وخلاص ويفصد احتفالات الأهلي ببطولة الدور رغم بالمناسبة أنه كان من المفترض أن الأستاذ عمر الجناني رئيس اللاجنة الخماسية لقورة القدم هو اللي يحضر أعتذر علشان ظروف صحية فما فيش مشكلة ورغم كل ده أن الكابت المحمد فضل هو اللي موجود رغم كده الكابت المحمود الخطيب بقمت وقمت الكبيرة نزل معاه لأرض الملعب عشان يكبره عشان يديله قمته علشان يديله احترامه ويسلمه هما الاتنين درع الدوري للفرقة رغم أنه هو بس مجرد موظف ومندوب من اتحاد المصري للكورة القدم حلم حلم فالكابت المحمد الخطيب نزل وبيتعامل بعضه واحترامه وأخلاقه واللي احنا عارفينه طبعا عن بيبو يعني وده لفضل احترامه وده له قمته لكن للأسف فضل ما عملش حساب للجوزية مهمة زي دي خالص أنا ما عرفش هو شايف نفسه ايه وفاكل نفسه ايه بصراحة يعني لأن الموضوع أفور أفور قوي المهم نزل وسلمه الدرع وحصلت اللقطة بتاعت كهرباء ومحمد فضل وأنا هعرض لحضراتكم التفاصيل ديئة بديئة أو ثانية بثانية من خلال فيديوهات ما شفتهاش في أي حتة قبل كده طيب ليه ده حصل أصلا؟ هل في رواسب في مشاكل فضل شايل من كهرباء؟ أه شايل من كهرباء كهرباء شايل من فضل؟ أه شايل من فضل لكن هالكهرباء غلت؟ لا ما غلتش الفيديوهات كل مصر مصر إيه العالم كله شافها كهرباء كان رد فعل ومش فعل وده واضح وضوح الشمس لأي حد هيتفرج على الفيديوهات بمنتهى الحيادي ورغم كده رغم كده النادي الأهلي عمل إيه؟ وهو مع الحق بص بقيمة الأهلي بص الأهلي بيفكر إزاي وبيتصرف إزاي الأهلي تصرف تصرفات الكبار أنا الكبير أنا اللي أحتوي أنا اللي أحتوي أنا اللي ألم الكسة بما إن؟ بما إن؟ خلي بالك محمد فضل كان ابن من أبناء النادي الأهلي محمد فضل كان ابن من أبناء النادي الأهلي وبناء عليه النادي الأهلي تعامل من هذا المنطلق وتعامل وتصرف تصرفات الكبار لكن اللي أدهش مسؤولي النادي الأهلي وهي حاجة في الحقيقة كانت كمة المفاجأة وبالمناسبة إمبارح قبل حلقة إمبارح تحديداً أنا كنت جاي معايا تفاصيل كتير جداً عالي بيعمله كابتن محمد فضل عشان يجيب عقوبة على كهرباء لكن لما بقى فيه تصريح للكابتن سيد عبد الحفيز فخلاص الأمور تلمت والدنيا كويسة وما فيش أي مشكلة فخلاص نقفل على القصة ودي تصرفات الكبار زي ما اتكلمني لكن الأهلي فوجئ ومسؤولي النادي الأهلي فوجئ بمدخلة للكابتن محمد فضل مبارح بالليل في برنامج بتاع سيف زاهر أو أقول بتاع محمد فضل مش هتفرق كتير يعني اتنين صحاب وسيف زاهر يعني إيه الداعم الأول والداعم الإعلامي الأول لصديقه العزيز والمقرب منه محمد فضل وجابه في مدخلة وفجئنا محمد فضل الراجل قال لك أنا هتقدم بمذكرة وشكوى للجنة الانضباط علشان ينشوف العقوبة اللي هتبقى على الكهرباء وكانت في الحقيقة صدمة للكل لأن الناس في الأهلي افتكروا إيه قال لك خلاص بقى الموضوع خلص يعني ما فيه خلاص القصة خلصت اتكلمنا والدنيا تحلت ما فيش أي مشكلة وفي الآخر فضل ابن من أبناء النادي الأهلي وكلام منه وفضل مبارح في مكالمته مع عسيف يقولك إيه أصل لازم الناس تفصل ما بين إنك كنت لاعب في النادي الأهلي وإنك مسؤول على اتحاد المصر يكورت القدم دلوقتي ومش عارفين كلام منه هو أنت عشان تثبت كده تاخد قرار دون أي وجه حق عشان تقولي يا جماعة خليوا ألكم أنا هنا مش أهلاوي عشان بعارفين بصوا أنا بعمل إيه أهو أنا حاقب الكهرباء بأي طريقة إنت عشان تثبت إنك مش أهلاوي في مكانك وعلى فكر دي حاجة احترافية بس تبقى احترافية لما ما تجيش على حق الأهلي عشان تثبت إنك مش أهلاوي في مكانك لك أنت عايز تثبت بطريقة غير شرعية المهم واتكلم مع الكابتن سيف زاهر وقال له وعدله وتستغرر في الآخر إنه هو كده كده هيقدم الشكوى في كهرباء طبيعي دي كده ما فيش في خلاص أوكي وأنا عايز ألوم على سيف الحياة في الجزئية دي يعني ما احترامي ليه يعني المفروض المفروض إن كأعلامي أنا جبت مداخلة المسؤول في التحاد واتكلم وقال رأيه ما فيش مشكلة أجيب مداخلة المسؤول النادي الأهلي بعد تصراحات محمد فاضل عشان أسمع لكن ده أمر مش جديد على سيف زاهر بصراحة يعني أمر مش جديد عليه خالص صاحب ما قولت الأهلي مشكلته في المكتب مش في الملعب وأنا بصراحة من ساعتها عملا أدور على المشاكل في المكتب مش لقيها أدور على المشاكل في الملعب برضو مش لقيها مش شايف جنال الأهلي ما شاء الله لا قوة إلا بيوصل لنهاية أفريق وبيأخذ بطولات في كل الألعاب اللي موجودة في النادي لكن ما علينا ده أمر مش جديد على سيف زاهر يعني فنرجع لمرجوعنا لمحمد فاضل فهو من ساعة مباراة السوبر وأنا حفكركم لما تسأل الراجل قال له مين المتسبب الرئيسي في أحداث مباراة السوبر قال لك كهربة وتسبب في إيقاف كهربة تسبب في إيقاف كهربة لنهاية الموسم قبل ما يستقن في النادي الأهلي ويبقى الإيقاف لعشر مباريات اتوقف الراجل كم مباراة وبعد كده جات كورونا قاعد وتوقف كم بقية الإيقاف لما بعد كورونا قاعد الراجل ست سبعة شهر ما يلعبش كورة فأنت يعني بتأثر في مستقبله بتأثر في مستقبله فطبيعي إن الكهربة كمان يشيل رغم إن كهربة شايل لكن هو ما تصرفش تصرف يتلام عليه أبدا أبدا وإحنا حنشوف كل حاجة بالتفاصيل يعني دلوقتي فهو في الحقيقة موقف مستغرب بناء عليه النادي الأهلي لما تفاجئ بالتصريحات دي فخد قراراته وخد موقفه الطبيعي بقى أنا اتعاملت معاك بإني كبير وباحترام فكان من المتوقع إنك تستقبل الاحترام بالاحترام لكن إنت حتاخد أساليب تانية فالأهلي حياخدها والأهلي مش هيسيب حقه إنسى إنسى إن الأهلي يسيب حقه أي واحد لبس تشيرت الأهلي وتغلط فيه أو حد تجاوز في حقه الأهلي حيجبه له هو الأهلي كده ما تحاولش ومفروض إنك عارف كده كويس جدا فالأهلي قال لك إيه لأ أنا أحدم شكويتين الشكوى الأولى وتقدمه خلاص فعلا للإتحاد المصري كورت القدم ضد محمد فضل وتجاوزه في حق كهرب الشك هو التانية للمستشار سيد بن داري تمام رئيس لجنة أو الاندباط بالإتحاد المصري كورت القدم ضد محمد فضل وتجاوزه في حق كهرب وده الخطوات أو دي الخطوات اللي خدها النادي الأهلي بعد ما كان الأهلي مبارح بصراحة بصراحة يعني عن طريق كابتن سيد عبد الحفيز قال كلمتين غاية في الأدب والاحترام هو حاجة معروفة عن نادي الأهلي لكن خلاص أنا بلم إنت أش عايز تلم خلاص أوكي ما فيش مشكلة لكن تعالوا بقى نشوف من اللي غلطة اعرض لي فيديوهات يا بيب هاتلي الفيديو الأولان هاتلي الفيديو الأولان نمشي معايا كده بقى إيه واحدة واحدة ماشي علشان نوضح للناس الأمور كلها وأنا أعتقد أن الدنيا واضحة للناس كلها لكن دي فيديوهات ما شفتهاش في حتة وهي حصرية بس عندنا في التريند هات ارجع معايا شابيبه تاني ارجع اللقطة اللي فاتت دي تأيوى آه دي الكابتن محمود الخطيب طبعا بقمته وقمته وحاجة بصراحة يعني كبير كلام يا حبيب أن نروح في الكابتن محمود الخطيب فأنا مش هتكلم عن الكابتن محمود الخطيب لكن بص يا هربا الرجل شايل ابني مين مؤمن ده مالك ابن مؤمن وبيسلم على الكابتن محمود الخطيب وبيسلم على مؤمن وسلم على مادام مؤمن ذكريب ماسلمش على ايه على الكابتن محمد فاضل ارتكب جريمة استنى بقى لا استنى اللي ابيبه معاي ارجع سنة ارجع 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 أهو بص بقى بص ما اللي بيمدي ييده مين اللي بيمدي ييده وبيمدي ييده ليه ميه امشى يا هبيبه قادي مدي إيده فكهرباء بيبعد إيده مدي إيده وكهرباء بيبعد طب انت تمدي إيدك ليه؟ انت اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله هو فيه مسؤول يعمل كده؟ فيه مسؤول يعمل كده؟ ده يا رجل فيه مسؤول بيقولك ايه؟ لما تمدي إيدك بتتساوي الرتب فانت مفروض كمسؤول في اتحاد المصري لكرة القدم حاجة كبيرة قوي انك ما تبقاش دي طريقتك ولديها اسلوبك أبدا أبدا ارجع لي تاني يا بيبو للأ طب علش فانت بتمدي إيدك وعايز كهرباء ما يبعدش إيدك؟ ليه يعني؟ بتاع ايه؟ اي حد عنده كرامة؟ لا أحد من البابل الطائق كده بيمدي إيده وبيزق إيده والله لو حتوقف عشر شهور والله لو حبط الكور مش هسمح له يعمل كده ده الطبيعي ده الطبيعي عند اي حد أنا بصراحة بصراحة بعد اللقطات دي عايز أشكر كهرباء انه تمالك أعصابه برافو عليك يا كهرباء انك تمالكت أعصابك وبس حاولت تبعد إيد فضل لأن يا رجل طب حتى اعمل اعتبار لمالك إن كهرباء شايله وكهرباء عايز يرسم البسمة على مؤمن وكلنا رايحين عشان نرسم البسمة على مؤمن زكريا لكن انت حتى مش عامل احترام لمؤمن ولا عامل احترام للكابتن محمود الخطيب يا راجل اللي نزل معاك اللي نزل معاك رغم انك المفترض يبقى رئيس اللجنة الخماسية واللي موجود لكن عشان يكبرك نزل معاك لانه دي أخلاق الكبار وده الطبيعي عن نادي الأهل فانت تروح عامل تصرف زي ده بتاع ايه تمدي إيدك ليه يعني انت ازاي تمدي إيدك دي وبأي حق ومين يحسبك مين هيحسبك فضل ده الفيديو الأولان واعتقد التفاصيل فيه واضحة جدا طب هاتلي الفيديو التاني كده يا بيبو الأقرب أيوه هو ده بص بقادي واحد اتنين وماشيين واحدة واحدة اهو ابتدأ معايش يا بيبو عايزين نمشيها واحدة واحدة قوي على مهلك يا بيبو على أقل من مهلك بص يا حبيب اهو قدي فضل قدي او مدي إيدك الكهرباء عمل حاجة قبلها كل اللي عاملوا كاربان ما مسلمش على فضل يا عام هو حر هو حر مش عايز سلم هو حر هو عشان مسلمش بص بقا بص بص الزيادة ارجع ارجع تاني يا بيبو معلش خلي بالك تويل قوي معاي وخلي حضراتكم بالكم تويل قوي معاي وإحنا مبارح ترفعنا والنادي الأهل ترفع انه يتكلم في مثل هذه الأمور لكن محمد فضل مصمم طب اهلا بيك انت مصمم اهلا بيك اهو اهو بيبعد إيده وساكت بيبعد إيده وساكت والراجل مصمم فضل مصمم يزوق في كهرباء طب انت مش فاهم يعني طب عايز كهرباء عمل يعني مش عايز اقول يعني كهرباء كويس قوي كويس قوي وده طبيعي وانا كده يعني عايز اقول ان الكهرباء بتعلم من دروس قبل كده واضح قوي في الفيديو ده انه هو متجاوز وبس اكتفى بابعاد يد محمد فضل بل الاكثر كمان الاكثر ان محمد فضل تلفز في حق كهرباء ببعض الالفاظ زي مثلا يقالي للأدب فيه الفاظ تانية بس انا مش عايز اقولها ومش حينفع اقولها تمام لكن الفيديوهات واضحة لحضراتكم الفيديوهات واضحة لحضراتكم فبالتالي الاهلي مش هيسيب حقه والاهلي هيصعد لو في عقوبة في حق كهرباء الاهلي هيصعد سواء لوزير الشباب والرياضة لللجنة الاولمبية للفيفا اللي معينا محمد فضل هيصعد لها ليه مش عشان الاهلي بقى جمد وبتاع لعش الاهلي عارف ان هو عنده حق الاهلي عارف ان ابنه مغلتش اللي هو كهرباء لكن تعلالي في جزئية تانية بقى غاية في الاهمية والنهاردة تم الاعلان عن اسماء لعاب المنتخب من النادي الاهلي مش من ظنهم كهرباء طيب خد الكواليس دي بقى امبارح احنا لما بقى حصلت مشكلة الكهرباء فانا وانا جاي في الطريق عملت كم تليفون كده نحاول نعرف القيمة احتبقى ايه هل في نية للإستباعات كهرباء ولا لا فجات لي المعلومة ان الرجل مصمي مضاخت على كابتن حسام البدري وانا دي حاجة مستغربة جدا يا كابتن حسام بصراح ان هو يبعد محمود عبد المنعم كهرباء عن المنتخب تمام فقلت لا كابتن حسام مش حيتنازل عن حاجة دحقه وده منتخب مصر مش منتخب محمد فضل خالص يعني فبالتالي كان فيه ضغوطات من كابتن محمد فضل لابعاد كهرباء عن قيمة المنتخب كعقوبة اولية ليه بعد احداث مباراة طلاع الجيش تمام للاسف الشديد الكابتن حسام البدري للاسف وافق واستبعت كهرباء هتقول لي تمام هممكن يكون الكابتن حسام البدري مش مقتنع بكهرباء هقول لك تمام الكابتن حسام البدري ضم لعب بقاله سنة مبيلعبش هل ده منطق انه ضم لعب بقاله سنة مبيلعبش واسيب واحد في مباراة طلاع الجيش كان نجم المباراة وبيلعب مع النادي الاهلي ومستوى كويس وبدنيا كويس وجاهز وكل حاجة في الموراتين مهمين او بتوجه في بطولة التصفيات المؤهلة لبطولة الامر الأفريقية فده اكبر دليل ده اكبر دليل ان ضغط محمد فضل اتى بثماره مع كابتن حسام البدري انا حروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه فيه تفاصيل تانية حتكلم فيها في الموضوع ده استنوا